الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائي ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الديني وبعد فإن العلم المطلق لله وحده فهو وحده علام الغلوب حيث يقول سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه عصدا ويقول سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من راقة إلا يعلمها أي وما تسقط من راقة في صيف ولا شتاء ولا عابع ولا الخير ولا سهل ولا جبل ولا يابس في أي مكان إلا يعلمها وعبه بسقوط الواقة لأنه يظنه بعض الناس أمرا يسيرا وقد لا يلتفت إليه وقد يجلس أحدنا تحت الأشجار في الخريف والأواق تتساقط وهو لا يلتفت فإذا كان رب العزة يحصي كل شيء عدداء وكل شيء علماء حتى سقوط الأواق فما من راقة تسقط في ليل أو نهار إلا ويعلم متى سقطت وأين سقطت وهل سقطت أو أسقطت وما تسقط من راقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس موجودة أو كائنة أو وجدت أو دفنت أو زرعت ولا حبة كائنة في ظلمات ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين ويقول سبحانه إن الله عنده علم السعة وينزل الغيث ويعلم ما في الآحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ربما يقول أحد الناس إن بعض الأطباء الآن يستطيعون معرفة نوع الجنين قبل موليده نقول لهم نعم هذا نوع من العلم النسبي وليس علما مطلقا فالطبيب لا يعرف كل الأجنة في كل الآحام ويعرف شيئا عن الجنين ربما يعرف نوع الجنين حجم الجنين لكن رزقه وأجله وما سيكون وساء التفاصيل هذا من قبيل العلم المطلق حتى لو تقدم الطب وأيضا نقول ونقول إن الطبيب يعرف الجنين بعد أن يخلق حتى لو تقدم الطب مستقبلا وعرف نوع الجنين قبل أن يخلق نقول هذا أيضا من العلم النسبي لأنك علمت جنينا أو بعض الأجنة وعلمت حالة من حالاته أما العلم المطلق بكل الأجنة في كل زمان ومكان فأمره إلى الله وحده وإلا فقل لنا ماذا تصنع عند قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت فمنزل الذي يمكن أن يعرف متى وأين يموت إنه الله وحده فعلم الله مطلق وعلم الخلق نسبي ومن هذا العلم النسبي ما يأتي بالتعلم العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن لم يزق مرة التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته فزات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لاعتبار ذاته ولكن عندما يتق الإنسان الله يأتي نوع من الفيد الإلهي وهو ما يعرف بالعلم اللدني ويقول الشافعي رحمه الله عندما اشتكى إلى شيخي وكيع بن القراح شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأرشدني بأن العلم نور ونور الله لا يهضى لعاصي يقول الحق سبحانه في شأن العبد الصالح الخضر عليه السلام فوجد عبدا من عبادنا يتحدث عن موسى وفتاه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه أحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ويقول في شأن سيدنا يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية على أن ذلك كله يظل محدودا إلى جواء علم الله المطلق لا يكاد يحصى ولا يكاد يوزن حيث يقول الحق إلى جانب علم الله حيث يقول الحق سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلا يغتظ أحد بعلمه مهما أوتي من العلم فذلك فضل الله وعلمنا محدود وعلم الله مطلق نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يرزقنا حسن الفهم إنه ولي ذلك والقاضر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته